فعليا الاشتباكات لازالت منذ حوالي نصف ساعة والانفجارات تسمع بين الفينة والاخرى ناتجة اما عن تفجير عبوات ناسفة عدها الفلسطينيون او ربما من خلال ايضا قضائف الانيرجية التي نسمع صوتها ونستطيع التمييز هناك قصف فعليا داخل المخيم يجري في هذه اللحظات من قبل جيش الاحتلال لعدد من المنازل التي يعتقد بان هناك مجموعة من الفلسطينيين المسلحين يتحصرون داخل احدى المنازل لذلك تجري عمليات اطلاق نار مستمرة من قبل رشاشات تقيلة من الجيش الاسرائيلي باتجاه الفلسطينيين الوضع كارثي بامتياز يمنى على اي شخص وحتى المؤسسات الدولية وكل شيء ممنوع ان يدخل الى عمق المخيم هذا الاتجاه الذي نقف فيه هو الاتجاه والمدخل الرئيسي للمخيم الذي يشهد اشتباكات عنيفة ويشهد عمليات الدخول من بيت الى بيت هذه العمليات ليست بجديدة فعليا بل شهدناها ايضا منذ الانتفاضة الثانية عندما اجتحت اسرائيل مخيم جنين وبدأت عمليات هدم لمنازل فلسطينيين ومن ثم التنقل خشية من استهدافه من قبل المقاومين الفلسطينيين لذلك لجأوا الى الدخول من خلال احداث فتحات داخل جدران المنازل وصولا الى منازل اخرى حالة الرعب لا يمكن وصفها خصوصا لدى الاطفال والنساء وكبار السن داخل المخيم هناك ايضا اصرار فلسطيني على ان النزوح مرفوض بالنسبة لهم وانهم لم يخرجوا حتى لو استشهدوا داخل المنازل لا شيء يخسرونه في داخل المخيم سوى هذا المنزل الذي فعليا تم تدمير اجزاء منه هذا ما يقوله عدد من الفلسطينيين ايضا نلحظ في هذه الصورة التي امامنا مركبة عسكرية تدخل الان الى داخل المخيم افدنا قبل قليل حسب بيان ايضا صدر عن سرية القدس كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الاسلامي بانها استهدفت مجموعة من الجنود واوقعت قوة في كمين مما ادى الى اصابة جندي اسرائيلي حسب بيان الذي اصدرته كتيبة جنين سرية القدس هذا طبعا ما تم الاعلان عنه من قبل السرية بكل الاحوال هناك تنسيق متكامل بين الفصائل الفلسطينية ولكن اسرائيل فعليا عبر اعلامها وعبر التصريحات التي نستمع اليها من المسؤولين الاسرائيليين يحاولون تضخيم القوة في جنين وفي المناطق التي تشهد اجتباكات بين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال الاسرائيلي لتحقيق طابع معين وهو تبرير استخدام اسرائيل للقوة المفرطة والقوة الكبيرة من خلال التغطية الجوية من القصف الجوي ومن خلال ايضا استهداف الفلسطينيين من خلال قذائف الانرجا والصواريخ المحمولة على الكتف الموجهة باتجاه المنازل التي يتم اطلاقها من قبل القوات الخاصة الاسرائيلية دفع بتعزيزات بعد ان تم الاعلان او استمعنا الى صوت انفجار عنيف قبل قليل هزة ارجاء المخيم بعد ذلك دخلت تعزيزات الى عمق المخيم ولا زالت حتى الان الامور غير واضحة هناك انقطاع كامل للكهرباء وانقطاع ايضا لشبكة الاتصالات داخل المخيم لا نستطيع التواصل مع اي شخص داخل المخيم لفهم ما يجري وان كان هناك ربما اعلان اسرائيلي غير رسمي بان اعداد من الفلسطينيين تم اغتيالهم بمعنى اننا قد نشهد خلال الساعات القادمة وفي حال قرر جيش الاحتلال للانسحاب قد نشهد عدد من الجرحة وعدد من الشهداء الذين يعني حتى الان لا نعرف مصير اهالي سكان المخيم خصوصا ايضا بان حالات الاعتقال لا زالت متواصلة هناك اعتقال لعشرات وربما مئات الفلسطينيين يجري التحقيق معهم يجري طرح اسئلة وسط اهانات وتنكيل من قبل الجيش الاسرائيلي الذي اوجد عدة بيوت واقام فيها مراكز تحقيق من قبل المخابرات الاسرائيلية ولكن حتى الان نتحدث عن اوضاع مأساوية اوضاع انسانية صعبة للغاية يعيشها اهالي المخيم وايضا اهالي مدينة جنين برمتها نظرا لان الجيش يعني يعمل بصورة مكثفة وحتى مركبات الاسعاف التي يصلها بعض النداءات لا تستطيع الدخول الى عمق المخيم لان جيش الاحتلال يمنعها اضافة ايضا الى صهريج المياه التي عادت ادراجها في هذه اللحظات وتم منعها من الاختراب من حتى المستشفى جنين الحكومي الذي هو امامنا بكل الاحوال لكن نحن نتحدث عن عملية واسعة قد تستمر وتريد او يريد ايضا المسؤولون الاسرائيليون الامنيون على وجه التحديد ان يحققوا اهداف كما يقولون بالقضاء على الفصائل المسلحة الفلسطينية واي عمليات مقاومة في الاراضي الفلسطينية خصوصا بان ايضا التقديرات الامنية تشير بان الضفة قد تكون على سطح صفيح ساخن في هذه الاوقات وان فتيل ربما الانفجار قد نزع من خلال العمليات التي شاهدناها والعمليات التفجيرية التي حصلت ان كان في منطقة الخليل او ان كان ايضا بالتقارير الامنية التي تفيد بان هناك نية لدى مجموعات فلسطينية او افراد فلسطينيين القيام بعمليات تجاه المستوطنين واتجاه هدف اسرائيلية ولكن اعود للتأكيد بان مناطق الضفة الغربية قطعت اوصالها بصورة كاملة في كل مكان ونقاط تفتيش اسرائيلية وتعيق عمل الفلسطينيين وصولا ايضا الى ربما القيام بعمليات اوسع وقد تشمل مناطق اخرى في الضفة الغربية في حال استمر الحال على ما هو عليه من تصعيد وتطورات ميدانية متسارعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر